السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدنا نعمل طريقة التكذير الهوائي لشجرة الرمان بدنا نشيل كل الأخصان الجانبية اللي ممكن اتعيق عملية التكذير الهوائي بعدين بدنا نشيل اللحاء من كل الجوانب بهذا الشكل وطريقة التكذير الهوائي تصلح بأي فصل كان يعني بالربيع بالخريف بالصيف في أمتى من إجا على بالك تقدر تعمل طريقة التكذير الهوائي بعد ما شلنا اللحاء بإمكاننا نعجن التربة بشوية مياه ونعملها كرة طينية ونلصق الطينة على الغصم بشكل جيد مشان نستخرج الهواء من الداخل بعدين نجيب كيس بلاستيك بهذا الشكل ونغلف الطينة من كل الجوانب حتى ما يدخل الهواء لداخل الطينة لأن لو دخل الهواء على الطينة رح تنشف الطينة واحتمال كبير تفشل عملية التكذير الهوائي إذن بعد إحنا ما غلفنا الطينة بشكل جيد بالكيس بدنا نغلف أطراف الطينة باللزاغ بهذا الشكل أيضا مشان ما يتسرب الهواء من الجوانب بعد ما لفينا الطينة بالكيس وبعد ما أحكمنا أغلاقها من خلال اللزاغ من الجوانب بعد 45 يوم صار بعدنا جدور من الغصن بهذا الشكل بإمكاننا نغلم الغصن ونزرع في الأرض المستدامة أو بإمكاننا نزرعه بالسطل ومتى من إجا على باننا نزرعه بالأرض وتقدر تعمل طريقة التكذير الهوائي لشجرة التين لشجرة الزيتون لشجرة الجوز 95% من الأشجار تقدر تعمل له تكذير هوائي لكن تختلف الطريقة من شجرة إلى شجرة وأيضا من ناحية المواقيت يعني لما تعمل تكذير هوائي لشجرة الرمان راح تصير عندك جذور بالغصن خلال 45 يوم ولو إنك عملت تكذير هوائي لشجرة الليمون راح تصير عندك جذور من شهرين إلى ثلاث شهور تقريبا عندي صديق طل علاجة على تركيا يشتغل بمجال الدكورات وبمجال الجفصين وحاليا عنده قناعة لليوتيوب اسمه ديكورات أبو محمد هذا الشخص يحتاج دعم وصراحة أنا حبيت أدعمه لأنه قناته فعلا مميزة وتستحق الدعم فبتمنى منكم إذا كنتم عمل تشاهدوني من خلال اليوتيوب راح أترك لكم رابط قناته بوصف الفيديو وأيضا راح أثبت رابط قناته على أول تعليق فبتمنى منكم تزورون قناته وتشتركون بيها ورح تدعولي لأنه يقدم محتوى هادف وأيضا إذا كنتم عمل تشاهدوني من خلال الفيسبوك راح أترك لكم رابط قناته على أول تعليق أنا متأكد هاي القناة راح تنفعكم كثير لذلك أخوكم أبو صالح حابب يدعمه وأتمنى منكم ما تخجلون أخوكم أبو صالح وتشتركون عنده وتكتبوا لي تعليق على أول فيديو احنا اشتركنا في قناتك من قبل أخوك أبو صالح إن شاء الله تكونوا نستفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته